قبّت العيطة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تمام؟ وصارت كل ضخوك لا يطيح اهدونا رح أسمعك بصمة وخلي يسمعها رئيس الوزراء وخلي يسمعها رئيس هيئة النزاهة خلي يسمعوها كل العراقيين باوع على شنودة يتعاركون هذا صاحب البصمة اسمه عامر حمزة حمود العامري المهم عامر حمزة العامري خابر او دز بصمة لمدير هذا المدير العام اللي هو اسمه أسامة اسمع اشقل الأسامة اسمع انا هذا البصمة يزهر أستاذ أسامة اي اقل له وين هي التوصال اي وين هي التوصال استاذ السامة العالم صاحبين حوائل اسمع وانت قاعد حاربني من غير باب يرحم موتك يرحم أهلك اي يرحم جميع أموتك ليهنا أنا وكافي استاذ السامة كافي والله كافي والله كافي انت اليوم مدير عام على عين وعلى رأسي ما عندنا مشكلة بس هاي العالم صاحبين حوائل اي صاحبين جهال صاحبين إيجارات صاحبين مصاريف ليش السدبينة يوميا تفتح النباب السد النباب ليش يعني إلى متى إلى متى راح يبقى هذا الموضوع وياك إلى متى شنه الكره اللي عندك استاذ اسامة شنه الكره اللي بداخلك وانواجهتك اكثر من مرة ومرتين وتلق مرات شنه الكره اللي عندك اللي بداخل صدرك على الشركات ما اخذين حلالك يقصد اسامة خفاجي يا إيوازي تتصل بيني المنصب اليوم والله طاكيا باشر اخذ من عندك الله طاكيا والله الله سبحانه وتعالى اي الله يقول اقف بي ولا تأذي مسلم اوقف اوقف حجي حج عامر الله وين قال اقف اوكي ادري بكم معصب بس الله ما قال اقف اكمل سبحانه وتعالى اقف بس لا تأذي مسلم وين تتواصل وين وروح وين تتواصل روح تتوكل بالله الى متى أذية العالم أذية العالم حرام أذي مسلم تأذي مسلم وبالشركة خطيئة لي شن ذهن بتأذيه اسمع انت شن دورك بالموضوع شنو اتجاه القانون اللي قاعد تأخذ باتجاهنا وتسد النظام علينا ورانا إيجارات ورانا مصاريف ورانا موظفين ورانا صرفيات انت منسد النظام علينا وقاعد في مكانك وساد بابك مدخل لواحد يطب بابك حاط لك بصمة بصمة حاطة بالباب الموظف مالتك مدير مكتبك يا الله يفتح الباب عليك يا الله يقل لك عنده شكه عليك يا الله تطببه الييت باوع على الله باوع باوع على ربك باوع للسماوات وين انت تصل روح توكل بالله شد رأيتك أخاف الشركة تحسبها تسدها مرة مرتين وتسد النظام علينا وتقول هاي الشركة قاعدة أذيها استاذ ساما أنا حج عامر صاحب الشركة تسماح أقول لك طز 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 أو عشر طزات بالشركة بس حج على كيفك هاي بس حج على كيفك ترى مجاسم لسود طد 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 طز طد طد بس لا حقا غير تيدون الصدق حقا يقول لك أوسامة شم سوي يسد الشركات اللي تجيب عمال أجانب على ناس ويفتحها على ناس تمام اللي مرتب أموره ويا أسامة يفتحه وله السيستم واللي ما مرتب أموره تمام يسدون عليه السيستم هل وزير العمل يدري ليش لأنه حسب ما وصلني أنه أسامة إمكنك على أساس يقول ويا رئيس الوزراء تمام وما أحد همه وما يحكوه أحد وما معبر أحد هذا مو كلامي هذا كلام عامر حمزة العامري شغل أنا دافع رسوم للدولة اسمع أنت مطين الرخصة إلى متى توصل يوميا ساد بابك يوميا سيفزاز 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 ليش يا أخي باش أخاف من الله الله باوع له خاف من عنده اليوم الله بطاق سلطة باشر مو إليك رئيس الوزراء ما يدري بيك إش قاعد تشتغل والله ما يدري بيك رئيس الوزراء لو تلعي يحرف شغلك اللي قاعد تشتغل بزارة العمل يوم ما أحد ما يبقيك أو هذا صوت يواصل إليك أستاذ يسامة هذا صوت يواصل إليك رئيس الوزراء ما يدري إش قاعد تظلم بالعالم كفر كافي عيب يا أخي والله عيب حرام عليك مشكولة غيمتك مشكولة غيمتك مشكولة غيمتك من اليوم القيامة أحاسك يا مالله يا أخي كافي قطع ترزاغني كافي والله كافي قطع ترزاغني حسبي الله ونعم الوكيل عليك حسبي الله ونعم الوكيل عليك حسبي الله ونعم الوكيل عليك سمعتوا عامر حمزة العامري قاعد يدعي ببصمة صوت على أسامة لأنه قطع أرزاقهم ويتحامع لأساس حسب قوله برئيس الوزراء ويقول إحنا ناس قانونيين وأصولين وهو صاحب الشركة مثلا هذا لو مو قانون وأصولي كان يوصل لنا صوتا إنا للبرنامج يقول قولوا للناس يقول يدعي هيكي هذا الدعاء وقلبه محروق على رزقه وعياله أنتو دا شوفون إحنا وين وصلنا وصلنا إلى مرحلة أنه إحنا ناكل بعض بعد 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 شفتوا رح تطلع لكم بلاوي بلاوي والله يلا كثروا جيبوا كثروا وكل واحد تلزمة يقول لك أنا أشرف واحد بهذا البلد لعد منه اللي داي يخمط إذا كلكم شرفاء منه اللي داي ينهب منه اللي داي يبني بيوت من اللي داي يهرب فلوس للخارج من اللي داي يحط بالبنوك بره منه ترجمة نانسي قنقر